موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أهلا ومرحبا في برنامج شفت منام إن شاء الله سنتناول في هذه الحلقة أشهر الأحلام العالمية التي في عند جميع الناس في جميع البلدان بجميع اللغات ونشوف ما هو تفسيرها يعني المتفق عليه عالميا إن شاء الله الحلم الأول واحد شاف نفسه بيقع من مكان عالي من جبل الوقوع من جبل أو من عمارة عالية أو من غير ذلك يعني أن الشخص متساهل في الأمور الدينية لقول الحق سبحانه وتعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق إذن على الشخص أن يراجع نفسه إذا وجد نفسه في الرؤية يسقط من علن دلالة على أنه مقصر في العبادات والطاعات هذا هو الحلم الأول أما عن الحلم الثاني من رأى نفسه يطير في الرؤية أغلب الناس تقول رأيت في رؤيي أن أنا أطير بدون جنحة في الهوى أو فوق سطح الميا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت في منامي أن في يدي سوارين من ذهب يعني غوشتين من الذهب السوار تطلق زي الغوشة بالنسبة للمرأة فأوحي إلي رؤية الأنبياء وحي أن انفخهما يعني فنفختهما فطارا فأولتهما كذبان يخرجان علي الأسود العنسي ومسيلم الكذاب يعني يخرج اثنين يدعيان النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم إيبا الطيران في الرؤية رمز الكذب في الحياة إذن كلما رأى الإنسان نفسه في الرؤية أنه يطير فوق السحاب أو على الماء دون أجنحة أو دون أي شيء دلالة على أنه كثير الكذب هناك بعض الأحلام الأخرى إزاي مثلا الإمتحان تفضلي يا أستاذة أروى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا إزاي حدثتك يا شخمة تفضلي يا فندم سؤالك علي صوتك الله يخليك أنا والله معي حلم عايزة أفسره استعمت بالله تفضلي يا فندم أنا حلمت نفسي أنا وخواتي في محل مفارش محل إيه؟ مفارش حلمت نفسي أنا وخواتي ماشا تمام في محل مفارش تمام يا فندم مفارش مفارش آه كنت بتشتيري ولا بتبيعي؟ لأ بنتفرجوا أن إحنا على المفارش ماشا لعلكم فعجبنا نفرش شكله جميل تمام وبيلمع فاشتر اشتنانا المفرش لأخط المتزوجة هي معانا في الحال تمام وخدت المفرش وخدته بس كده يا فندم فعجبنا فعجبنا المفرش تاني كنا عايزين نشتري كنا عايزين نشتري المفرش التاني لأخت التانية بس هي آنسة تمام يا فندم سعره كان غالي المفرش فبقينا يعني مع بعض مترددين ناخدهولها ولا لا تمام يا فندم راح تهيط الله اسم الكيس جزمة آه لونها أسود ومجاتها كبير تمام ومخرومة من جدام آه قلت لها كيف قلت لها كيف تغضيها وهي مجاتها أكبر من رجليك وفيها فرم من جدام تمام وشكلها جديد حتى الراجل سحب المحل لجلها نفس الكلام بتاعي بس هي جسل أنا وقتنع بها وخذيتها يا عمد تمام وبعد كده خرجني من المحل ماشي يا فندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر بقاع الأرض الأثواق يعني الأماكن اللي يبعي واشترى لأنها لا يذكر فيها اسم الله فإذا اشترى الإنسان شيئا دلال على أنه يقلل من قيمته لقول الحق سبحانه وتعالى وشربه بثمن بخس معناها التقليل من قيمة الأشياء وقال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فلو اختك شافت جزمة كبيرة عليها لو هي مش متزوجة تتزوج رجل كبير طاعنا في السن الكل ينصح أن تبعد عنه ولا تتجوزوش ولكن هي معجبة ربما لماله أو لأمر من الأمور طب هي لو اشترت برضك المفرش التاني الكبير لو هي اشترت المفرش معناها أنها تقلل من قيمة هذا الأمر والله تعالى أعلى وأعلم يبقى خلاصة الحلم الشراء معناها التقليل من قيمة الأشياء والبيع معناها التماسه أمرا حلالا ما تبقى الجزمة الحزاء للرجل يرمز للمرأة وللمرأة يترمز للرجل لقول الحق هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لو استتشفت في الحلم وهي متزوجة أنها تلبس حزاء مكان حزاء يعني بتعرف شخص ما على زوجها أو إذا شفت أنها غير متزوجة تلبس حزاء كبير أو بتقيس مجموعة أحزية بعض الناس بتتقدم لخطبتها متعددين والحزاء اللي حتلبسه هو الزوج الذي تتزوجه والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذ صلاح من إسكندرية أهلا بيك تفضل أهلا يا أستاذ سماح أيها سماح أنا عايزة أسأل أنا عايزة أسأل أني أنا على طول لما بحلم بانسة وبحلمش على طول مش عايزة بانسة لي على طول بانسة الأحلامية حاضر يا فندي وأغلبية في الوقت الحلم بيقى طويل أو في النهار عايزة أعرف حلم النهار بيقى صح حلم ولا بس خطراتك ده يعني مش عارفة أنا حاضر يا فندي أولاً أي واحد بينسى الأحلام دلالة على أنه شخصية نرجسية يعني يعيش حول ذاته والأحلام لا تمثل له أهمية لأنها لا تؤثر على أمر ما من أموره التي يحبها أو في حياته أما عن أن الإنسان ما بيحلمش ده مستحيل لأنه لو بطلنا نحلم نموت والحلم هو صمام الأمان من النحية النفسية لأي إنسان فأي إنسان خلال 15 يوم لو لم يحلم حتى لو أحلام وهو نسيها لم يعني نسيها معناه أنه مريض نفسياً وده لا يمكن يحدث لأي إنسان طبيع ولكن شخصك الكريم بتحلمي ولكن لا تتذكري هذه الأحلام لأنها لا تؤثر عليك أو لا تسير شيء أنت بتحبين أما عن جزئية الأحلام فالرؤية يراها الإنسان في النوم في الليل في النهار ما ليس لها وقت كما قلنا في الحلقة السابقة أن الرؤية ممكن يراها المسلم والكافر وغير المسلم كما رأى عزيز مصر الرؤية وتحققت وكانت رؤية تنبؤية إذن ليس المقصود به الأحلام من الوحد يشوف رؤية قبل الفجر أو قبل العصر أو ما شبه هذلك تمام يا فندم والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذة حنان أهلا أهلا بك يا هانم تفضلي بقول لي حضرتك أنا كل أيام معاك حضرتك بلت التلفزيون كريا أستاذتنا عشان أعرف أسمعك لو تكرمت ماشي بقول لي حضرتك أنا كل يوم بحلم لنا بتتجوز وبتخطب كل يوم أنت متجوازة ولا مخطوبة لا متجوازة مخطوبة أنا أنا سع طب ماشي ده إن شاء الله ربنا يبريك لك يا رب ورزقك بالزوج الصالح دي اسمه حديث النفس أغلب البنات اللي غير متزوجة قاعدة للنهار تحلم نيام التزوجة وده أمر طبيعي للنفس البشرية لإني كما يقال في المثل الجعان بيحلم بسوق العيش نرجع لمرجوعنا الآخر في أشهر الأحلام التي يمكن أن يراها الإنسان في حلم مشهور جدا حلم الامتحان بعض الناس بتقول اللي أنا بشوف نفسي في الامتحان ومش عارف أجاوب وفيه واحد يقول لك أنا شوفت نفسي في الامتحان وعمل أجاوب نص نص أو فات الوقت والحقتش أجاوب أو اتسحبت مني ورائة الإجابة والحقتش أكتب كلمة ناخد قال الله تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى فاللي يشوف نفسه في امتحان ونجح وحل حلو معناه أنه على تقوى من الله في أمر دنياه إذا شاف نفسه في الرؤية مش عارف يحل معناه أنه هو متأخر في العبادات أو مقصر في بعض أمور الشريعة تب اللي شاف نفسه الورق اتخذت منه بتاعت الامتحان ولا حيش يجاوب معناه أنه يسوف في التوبة وعليه أن يسارع بها حتى لا يموت قبل أن يتوب غفر الله لنا ولكم الأستاذة نادية أهلا بيك أهلا بيك يا فندي منوّل الشاشة الله يخليك أمور يا هانم ربا يخليك يا فندي بس عندي حلمين لأختش استعنت بالله الحلم الأولاني معايا حضرتك معاك يا هانم هي حلمة أنها شافت واحد ماسك طبق وعليه ما كتير وهو قال لها أنت هتكريهم إزاي قريت له أنا ممكن أقريهم ده الحلم الأولاني حضرتك الحلم الأولاني دوة الطبق اللي عليه سمكتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية يعني الطبق والحلة ده رمز للوعاء رمز للقلب فلعل قلب أختك متعلق بفكرتين اثنتين الفكرتين هي مش عارفة تاخد أنهي قرار فيها ده الحلم الأولاني التاني طب الحلم التاني هي حلمة أن هي حشية مع واحد اسمه عمر هو جميلة في الشارع تمام وقال لها معاك فلوس مدت إيديها في جبهة وطلعت إيديها مليانة سلوط تمام واشترت قلب الجبنة بيضة واثنين عندك لبن تمام وقابلت وقابلت أختها إداتها عندك لبن تمام والحلم انتهى على كده حضرتها إذا كانت متزوجة فلعلى علاقتها مع الأستاذ عمر تسبب لها نوعا من التعاسة أو ألأ وإذا كانت غير متزوجة فلعلى أيضا العلاقة مع الأستاذ عمر تسبب لها نوعا من التعاسة والألأ وأنها تقلل من التعليم الدينية في علاقتها معا أو الكلام على إن ماذا لهذا الرجل رجلا أجنبيا لا يجوز قال الله تعالى غير متخذات أخدام يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن يكون لها صديق من الرجال أو الرجل له صديق من النساء والله تعالى أعلى وأعلى الأستاذة شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فندي والله أنا كان حماية كان متوفي في عبل رمضان بيوم فأنا حكمت في رمضان نواص مستشفى وكان تعبان وقاعد على السرير تب يقول لي يوم أنت خلصت الورق قلت له آه خلصته والورقة هي معاية فبيمديلي إيدي بس أسلم عليه بس كان شكله مش حلو ولما أنا جيت أسلم لقيت إيدي محروقة وإيدي صدقه فخفت أن أنا أمدت إيدي فقلت لو أنا ما مديتش إيدي هو هيقول أنه يعني شعايز أسلم علي فأنا مديت إيدي وسلمت عليه تمام فجدت الممرضة بتقول لي لو سمحتي السؤن اللي في الضلاب محدش ياخدها عشان إحنا كفاية أنه انتم مش دافعينه ولا أكل ولا شور بوحنا بنخلينه هنا في المستشفى وانتم ما بتتفعلوش حاجة فوقت لها خلاص ماشي إحنا مش هناخدها خرقت برضو بره قبلتني واحدة تانية ممرضة فبتقول لي لو سمحتي برضو السؤن متاخدهاش كفاية أن إحنا عما قاعدونه في المستشفى وانتم ما بتتفعلوش ولا أكل ولا شور تمام فمشيت فليت ناس بتجري وفيه واحد بيجري كده في شكل برضو وحش فأنا أعدت أجري دخلت باب حديث كانت معايا بنتي الصغيرة فدخلنا باب وقال جلش تسحبني من إيدي ورح ندخلني جوه الباب ده وخبانا منه عاجل اللي فاكله فيه اللي هو بيجري برضو تمام وصفيت فأنا بصراحة يعني هذا الحلم دلالة على أن حماكي وعزب لذنب ما هذا الزنب فعله بيده ربما غير حدا من حدود الله في الوصايا أو في المواريس ولكن المطلوب منك ومن أولاده اللي مش ردين يدفعلوا الإيجار أو يطعموا أو يأكلوا أن يرسلوا له الرحمات لحديث النبي الذي رواه الإمام مسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من سلاس ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جرية فعلى أهل المتوفى أن يدعو لوالديهم أستغفر الله لوالدي أستغفر الله لوالدي أي شخص يا أخوانا ميت جاء في المنام عريان جعان عطشان أو في صورة شخص محروء أو وجه أسود أو عدى الأربعين يحتاج إلى الاستغفار والدعاء له بالرحمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعلو الضراجات العلاء في الجنة دون عمل يؤهله له في الحياة الدنيا قالوا بما يا رسول الله قال باستغفار ولده له في الحياة الدنيا ومن أبر البر أن تدعو ولديك لقول الحق سبحانه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة فعلى الأخت الفاضلة أن تستغفر لحماها وأن تطلب من زوجها وأولاده أن يدعون له بالرحمة وأن يراجعوا أنفسهم في المواريس أو في بعض الوصايا التي فيها قطيعة رحم فإن كان هناك قطيعة رحم فليصلوها وليستغفروا لأباهم حتى يروه في رؤية حسنة غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمه وبركاته واللي بعديه الأستاذ الرحاب فضلي هانم حضرتك أنا حلمت حلم أنه جاري لجنبينا وكده حلمت أنه كنت لفسي عباية سودة وأن كأنه أنا وهو هنتخطب أو أنه إحنا بنحضر لخطوها تمام تمام فحلمت أنه أنا كنت لفسي عباية سودة وكده وهو كان بيحضوني بيحضونك؟ وبعدها كان بيحضوني وأنا كنت لفسي عباية سودة دي معام؟ وبعدها كأننا بنشوف التليفون كأنها بنشوف الأغاني أو مش عالف الحاجة كده المهمة لقيتها على التليفون من رقم ألفين بس كده يا فانديم؟ بس هذا الحلم اسمه حديث النفس أنت يعني بحكم أنه أنت مش متزوجة أو مش مرتبطة فنفسك تنخط بيله فأغلب البنات لما يكون مش متزوجة أي شخص يعني كما يقال في المثل الذي قاله الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوا فصادف قلبا خاليا فتمكنة فبالطبع أي بنت ما عندهاش حد تحبه فتحب ابن الجيران تحب المدرس تحب الطبيب بتاعها تحب أي شخص لمم الستات قلبها ما ينفعش يكون بدون حب لابد تحب أي حد فشخصك الكريم يعني عشان ما انتفاضية أو عندك يعني نوع من الخواء العاطفي فبالطبع بتحب ابن الجيران وعملة تتخالي مع نفسك يا إن شاء الله ربنا يرزقك بالزوج الصالح أكثر من الاستغفار بنيت أن يرزقك الله الزوج الصالح إن شاء الله الأستاذ محمد أهلا بيك فضل الصوت بس يا أستاذ محمد وضع حضراك التلفزيون وعلي صوتك واستعنت بلا رد عليك ابن عمك مالو مرة تانية إن شاء الله الاتصال انقطع نرجع لمرجوعنا هناك بعض الأحلام الثابتة التي لا يمكن لأي إنسان يعني أي إنسان يمكن أن يشاهدها مثل حلم الامتحان نقولنا اللي ما بيعرفش يجاوب معناه إنه مؤخر للتوبة وعليه أن يستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعو له هناك بعض الأحلام إن مثلا واحد يقول لي أنا شفت نفسي ماشي حافي إذا كان الرجل متزوجا وماشي حافي معنى إنه مطنش مراته ومراته مش على الخريطة يعني مش في دماغه والزكاة الست متزوجة وزوجها عفواً ماشي حافيا معنى إنه جوزها مش على الخريطة في دماغها بردك أهلاً معنا اتصال الأستاذة ياسمين سمحت ممكن أن أسألت على الحلم اتفضلي يا هانم أنا حلمت المركبة أكلت أنا أصدر مركبة أسنان مركبة أسنان في دماغة أحلمت أنني مأكل وبأسنان المركبة أجي تقع حتى حلم إذا شفت إسنانك بتقع في الحلم معناه إنك تخسري أمراً ما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد صلوات ربي عليه لما كسرت رابعيته خسر المعركة التي كانت بينه وبين الأحزاب أو المشركين ثم اضطرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي العديد من الصحابة فإذا كان لك أحد الأقارب مريض مرة الموت سيتوفى فإن لم يكن لك أحد الأقارب سوف تخسري أمراً ما في حياتك والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذ أحمد من الجيزة أهلاً بيك رحمة من الجيزة أتفضلي يا أستاذ رحمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا وديتي حلمة بوزة وباضي بيضة كبيرة تمام وواحدة دي خدتها ليها هي مين اللي خدها والدتي والدتي خدتها؟ تمام أه بس الوزة تدل على أحد إخواتك البنات يلد أو يأتي برزق لأن البيضة إذا يكون إكلات فهو رزق ضئيل وإذا كانت البيضة البيض ولحم طيري مما يشتهون فلعله أحد الأقارب يعني إخواتك البنت أو خلتك يتأتي برزق وأمك يعني تأخذ من هذا الرزق إن شاء الله نكمل بأ أهو الأستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلي صوتك تفضل الله يا شيخ لو سمحت أنا بشوف كوابيس تعبيل نيام خالف تمام يا فندي الكوابيس اللي بتشوفها يا أستاذ محمد بتكون فأول عشر دقيء من النوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ثلاثا فإنه لا يدري من خلفه عليه لعلك نمت على شيطان يا أستاذ محمد فلما باجأ نام في الشريعة أقول أعوذ بلا مشترجيم أعوذ بلا مشترجيم أعوذ بلا مشترجيم وأقرأ في يدي آية الكرسي وامسح بها جسدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنقرأ آية الكرسي ما زال عليه من الله يحافظ حتى يصبح فشرط أساسي حتى لا يتكرر عليه كذلك بتنفض السرير ثلاث مرات وتقول أعوذ بلا مشترجيم وتقرأ آية الكرسي إذا كنت حافظها مش حافظها اقرأ المعاوزات قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس مش حافظها اقرأ خواتيم سورة البقرة غفر الله لنا ولكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني كفتاه الله كل شر وآتاه الله من كل خير وحديث عقبة بن نافع للرسول صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن نافع اقرأ المعوزات وأن أستاذ عبد الرحمن اتفضل أم عبد الرحمن اتفضل يا فندم يا دكتور أنا أتفضل قرون علي صوتك أفضل البحيرة دي اسمها بحيرة القرون البحيرة اللي احنا الاتصال انقطع بعد الأحلام اللي يجي يشوف نفسه مثلا ماشي حافي فلو وحدة ستة شافت نفسها متزوجة وهي ماشي حافية دلالة ان في فجوة بينها وبين زوجها وهكذا الرجل اذا رأى نفسه وماشي حافيا دلالة ان في فجوة بينهم وبين زوجاته ليه لقول الحق سبحانه وهن لباسه لكم وأنتم لباسه لهن طيب لو الراجل شاف نفسه عمال يقس في الجزم أو يلبس جزم كتير في الأحلام ويغير في الجزم أو ستة شافت نفسها بتغير في الجزم أو البنصات أو ما شابه ذلك دي دلالة على أن كل منهما له تجارب متعددة مع الجنس الآخر السلام عليك تفضلي يا هاني لو سمحت انا حفت انه قلتت هي واخوتها يعني قاعدين قاعدة قدام الناس قدامها حفرة كبيرة وها تقول انا ماليشي غير دي انا ماليشي غير دي تحت دي قدام حفرة كبيرة حفرة يا فندم حفرة وطي التلفزيون لو سمحت ماشي يا فندم كبيرة يعني مدورة كده بس مش عميئة يعني حاضر يا فندم قال الله تعالى وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها على أمك الفاضلة ان هي عفوا تتحاشى الغيبة والنميمة أو يعني عفوا هي واخوتك ان يتكلموا في أعراض الناس لأن ربما هذا الزنب الصغير الذي يفعله بعض الناس يسبب الوقوع في النار لأن قال رسول الله إياكم واللمم فإن لها من الله طالبة إن أحدنا لا يستصغر الذنب حتى يكبر ويكسر عليه كما يجمع أحدنا الحصى فيسقط بها في النار ولذلك قال الله وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها فعسى الله أن يغفر لنا ولكم إن شاء الله نيجي نرجع لبعض الأسئلة اللي بيجينا عن طريق البرنامج واحد بيقول أنا شفت نفس عريان ملت وماشي في الشارع ألو الأستاذ إيمان أهلا بيك يا فندم بقول لحضرتك أنا شفت مرات أخويا قاعدة وليقيت طالية قاعدة جمبيها في بيتنا طالية كاسمه يا فندم اسم حسين الأستاذ حسين قاعد مع مرات أخوك اسمها أمان هي أخطو كمان ماشي ماشي وبعدين أماني وحسين اتفضلي يا فندم بعد كده قاعدة شفت برتقان بس متأشرة أه فهو خد برتقانة بس كانت متعفصة وفق بزمتين تمام فهي بتقول له شب الشاي فهو شرب بؤين وثاب الشاي الكباية فوق متأشرة تمام وهي عيسي نقلي برتقانة على زوج كنتي تمام بس فهو أنا داخل الحمام فقلت له ده هو عيسي بالشاي داري تمام بس شرب الشاي دلالة على بعض الأخبار غير الصر أو التي فيها ذنوب زي القيلة والقال لحديث النبي كريه الله لأمتي ثلاث وذكر منهم القيلة والقال وكسرة السؤال وإضاعة المال أما البرتقان فهو بر يقال اسمه تفسير لغوي البر الذي يقال فأنت لما أنت نفسك ترجع الجوزك الأستاذ حين وتأملي في ذلك مع الأستاذ آماني اسمه تفسير لغوي فأنت نفسك في آمانيك أن ترجع الجوزك حسين فلا حرج أن تقدمي يعني ما من الكلام الطيب بينك وبينه حتى ترجع له والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذة نوها تفضل يا فندم ألو أي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته لو سمحت علي صوتك الله يبرك لك يا شيخ مع حضرتك أنا بس كنت أحلمت حلم أحلمت حلم أن أنا رحت الجامعة أمي طلبت مني طلب وجدت لازم جبهوري من الجامعة فأنا رحت عشان أجبهولها وشفت صحابي اللي هما كانت يجروا معي من سنة إنه هما لسه انقطع الاتصال الأخت اللي شفت نفسها في الجامعة وشفت صحابها ده اسمه حديث النفس بعض الأشياء التي تحدث في الأيام يعني في الأيام الحياة ربما تعلق بزهن الإنسان ويشاهدها في أحلامه نرجع لبعض الأحلام اللي جات لنا على صفحة البرنامج إلا هو المشي عاريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الناس عليهم قمص قمص يعني زي الجلاليب منهم من كان قمصه إلى ثديه ومنهم من كان إلى حقوه يعني الوسط ومنهم من كان إلى عفوا يجرجر ثوبه على الأرض قالوا ما أولته يا رسول الله قال أولته الدين فكلما كان الإنسان مصطور الحال بثوب طيب دلال على أن دينه حسن كلما كان الإنسان عاريا كلما قل دينه يعني كلما الإنسان يكون بكيني لأيني ولا تغديني دلال أن دينه بسيط جدا ويحتاج إلى الاستغفار والدعاء لنفسه بالرحمة كلما يكون مصطور الحال ولبس حلو دلال على أن دينه حسن لأن رسول الله قال عن عمر رضي الله عنه فهو حسن الدين معنا اتصال فضل الأستاذة هيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا هاني الله يزك حضرتك أنا حلمت فجأة أن أنا المفروض أن أنا حامل وبعد كده فجأة أنا ما شفتك نفسي حامل بس أنا أنجبت وأنجبت ولد ما شاء الله لقات إلا بالله يعني حجمه مش طفل مولود يعني أكبر من سنه تمام وجميل جدا وهادئ جدا وانا بديله الزبرونة يعني بقم برضاه على صريح الزبرونة أخذها وبينام حضرتك متزوجة يا هانم حضرتك متزوجة آه تمام الحلم المرأة التي تكون حامل وبتضع قال الله سبحانه وتعالى حملته أمه كرها على كره أو ضعفا على ضعف حمله وهنا على وه فإذا كنت حامل وولدتي ولد معناه تخلصت من فكرة ما أنت كنت أمامها ضعيفة ولا تستطيع أن تأخذي قرار فالولادة التخلص من مرحلة من مراحل الضعف في حياتك والانتقال إلى منطقة أو مرحلة من مراحل الوعي والإتقان والله تعالى أعلى وأعلم نشوف الحلم الآخر في واحد بيقول أنا شفت نفسي بقود السيارة أنا وزوكتي وزوكتي هي اللي بتقود السيارة مشاني قيادة السيارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل أهله ما معنى هذا الحديث معنى يا أخوان اللي بيشوف نفسه في وسيلة من وسائل المواصلات دلالة على أنه يعيش حياة تعيسة طيب اللي بيشوف نفسه في الرؤية امرطه بتسوء معنى أنه هي مركز القيادة معاها وهي اللي بتحرك حياته لو الراجل هو اللي بيسوء معنى أنه هو اللي بيحرك دفة الحياة في الحياة الزوجية نكمل في بردك بعض الناس بتقول أنا شفت نفسي داخل دورة المياه وأقضي حاجتي إذا كان الشخص متزوج فهو يقضي حاجته مع زوجته اللي هي العلاقة الجسدية وإذا كان غير متزوج فهو يقضي حاجته في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى بعض الناس بتقول أنا بشوف نفسي وأنا في الحلم بحلم دي اسمه الحلم المركب اللي يعني بيشوف داخل الحلم نواه بيحلم فيحلم يشوف نفسه نواه ميت وشايف جثته وما شبه ذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد رأيت في الرؤية أنني قد قطعت رأسي وأنا أمشي خلف رأسي فضحك رسول الله وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك فالأحلام التي ظاهرها أمور لا تعقل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من تلاعب الشيطان فعلى المسلم أن يدفل عن يساره سلاسا وليستعز بالله فإنها لا تضره إن شاء الله طب هل الأحلام بتسبب أمراض نفسية نعم بعض الأحلام تسبب أمراض نفسية لحديث أبي قتادة الذي رباه البخاري ومسلم عن أبي قتادة كنت أرى الرؤية فتكون علي أثقل من الجبال وتورسل وتجعلني مهموما حتى استشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدفل عن يساري سلاسا ولا أحكي بها لأحد فهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب علينا أن نفعله إذا رأيت ما لا يصرك عليك أن تدفل عن يسارك سلاسا ولا تحكي بها لأحد الاتصال معانا من الأستاذة منار أهلا بيكي أهلا لو حضرتك أنا عايز أسأل بيكي عن علي صوتك يا أستاذة منار أهلا فضال يا هاني أنا عاوز أسأل أنا حلمت بثلاث كلاب بيجر وراي الكلب عليك تدفل كلاب بيجر وراي نعم يا فنديم الكلب رمز حاضر وصلتني الفكرة كلاب بيجر وراكي الكلب اتنين نعم اتنين بيجروا علي وواحد عاوز يعطني تمام بس كيرا يا فنديم اسمعي معنا الكلب رمز للرجل الفاسق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور فالكلب رمز لرجل فاسق ولقول الحق سبحانه كما تلوك الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهس فهناك رجلان بيحاولوا يطلعوا عليك بعض الاشعات او يسيءوا من سمعتك والذي يحاول ان يعضك رجل ينكر احسانك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان عضوضا ينكرون فيه الخير فيما بينهم فالعض معنى انكار الاحسان والله تعالى اعلى واعلم نشوف بعض الاحلام الاخرى اللي وردت لنا على صفحة البرنامج في بعض الاحلام بيقول فيها بعض الناس انني شفت نفسي بوجه عام بتراقص واتلاعب مع الشياطين اللي شوف نفسه في الرؤية يتراقص ويتلاعب مع الشياطين معنى ان بعض الهواجس والوساوس النفسية والشيطان يتلاعب برأسه لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم الحرة والحريرة والمعازف فالرقص والمعازف في الرؤية دلالة على ان الشخص يتلاعب به الشيطان والله تعالى اعلى واعلم بعض الاحلام الاخرى اللي بتيجي للناس في المنامات وبعض الناس يعني يبتقى عندها نوع من يعني المغالطة في فيها واحد بيقول دايما اشوف اخي ميتا و اقوم زعج الموت في الرؤية اخل النوم فالموت دلالة على ان الانسان غافلا عن ذكر الله فعلى اخيك ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل اهل الجنة ينامون قال رسول الله اهل الجنة لا ينامون النوم اخل موت اذا النوم دليل على الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى معنا اتصال للاستاذ ماروان اهلا بيك اتفض اتفض يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك اهلا بيك اتفض اموري حالة مثل ان حمتها وصت وصت دمخ كده ودبعت على رقبتها عرس دبعت على رقبتها عرسة اه العرسة رمز للمرأة الفاسقة فلعال حمتها يعني واحدة بتحاول تشي الى عن بنتك بكلام سيء وترد دحمتها غيبتها عنها غفر الله لنا ولكم ان شاء الله نكمل بعض الاحلام الاخ بيقول احلم بانني اتزوج بنت الجيران او زملت في العالم في العمل رغم انني متزود قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم فمعنى الزواج في الرؤية الاتفاق فالواني بشوف بتجوز بنت الجيران يعني انت تتفق معاها في بعض الاقوال والافعال ليس المقصود بها اللي انت هتتزوجها ولو شافت واحدة بتتجوز زملها معناه انها تتفق معه في بعض الاقوال والافعال في حلم اخر جالنا على صفحة البرنامج واحد بيقول شفت نفسي بمشت شعري وبسرح شعري وبخرج منه امل احنا قلنا ان تمشيط الشعر يعني المشاعر معانا الاستاذة رابعة ايو ايو مع حضرتك اتفضلي يا فندم لو زمحت اتفضل ان كنت منطلع وفيه اخ متوسط اسمه احمد وهو دي في حل اعملي لطاليق اكل بعدين بقوله انه يكل عندنا قال لي نا اخوك طاليق طاليق جي في الرؤية واخوك بيقولك هاتيلو ياكل كده مزبوط الحلم معناه ان انت اغلب السيدات واجت انا مرة رجاي مدينه مية وخمسين جنيه دي تاني حلم هو اللي ادك ولا انت اللي ادتي له لا اخويا اللي ادى الهامية مية وخمسين جنيه ماشي يا فندم ايو خلاصة الحلم دي الستات بطبيعتها المرأة اذا لم تجد بديل عن زوجها المطلق بتحني له تاني يعني ما فيش غيره هو يعني اللي يتعامل معها جسديا او نفسيا او ما شبه ذلك فاغلب الستات بعد ما تطلق او مش لقي حد يتجوزة او ما تتقدم لاش حد فبتععد تفكر في الدفتر الادين بتاعها فلا تجد غير طليقها وتععد تحنله فالسيدة الفاضلة بتحني الجزهة ان ترجع له مرة اخرى وهذا لا حرج انها تقدم ما يساعد على رجوعها لان في هذا امر طيب حلال روى الامام مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قال ان ابليس لا يضع عرشه على الماء فيقول للشياطين ايكم فعل زنبا لألبسه التاج فيقول الاول ظللت به حتى زنه فيقول ليس هذا بزمد فيقول الاخر ظللت به حتى سرق فيقول له ليس بزمد فيقول ظللت به حتى طلق زوجته فيقول له ابليس اللعين ها هو ذا ويلبسه التاج فان ابغض الحلال عند الله الطلاق وعلى كل سيدة الا تسأل زوجها الطلاق وتحاول ان تلين له الكلام غفر الله لنا ولكم في بعض الأحلام اللي وصلت لنا بتقول حلمت أنني أؤذن الأزان بصوت حسن الأزان هو دعوة الحق إلى الله سبحانه وتعالى ومن رأى في رؤيا أنه يؤذن فدلال على أنه يدعو إلى الخير وسأتيه الخير الكثير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أطول الناس أعناقا يوم القيام المؤذنون وما سمع مدى صوت المؤذن إنس ولا حجر ولا شجر إلا واستغفر له غفر الله لنا ولكم إن شاء الله بعض الأحلام الأخرى حلمت أن زوجي طلقني في الحلم ما معنى هذا الحلم الشخص اللي بيشوف أنه طلق مراته أو مراته اطلقت منه اطلاق معناها الفراقة فليس المقصود أنه حيطلقك في الحقيقة وهي تطلق في الحقيقة معنى أنه في تباعد نفسي وجسدي بينهم العلاقة بينهم كان من ناحية الجسدية أو من ناحية النفسية ليست على المستوى الذي يرام في شخص باعد بردك تاني حلم بيقول بشوف نفسي أنني أنظف الموعين والحلل والأطباق في المطبخ الحلم دي احنا قلنا قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية فاللي بينظف الموعين دلال على أنه ينظف نفسه من الأحقاد والحسد والغل اللهم منزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد يا رب العالمين في بعض الأحلام الأخرى واحد بيقول شفت الجنة في الآخرة وآتاني النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأاني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني وفي رواية لا يتمثلني وفي رواية فسوف يراني من رأى النبي في رؤياه معنى أنه سوف يعتمر أو يحج في دنيا قبل الممات ومدى الرؤية أربعين عاما حتى لو كان فئير سوف يأتيه الله بالمال ويحج أو يعتمر إن شاء الله معنا الأستاذ محمد أهلا بيك ألو الآطة عن الاتصال مرة تانية أستاذ محمد إن شاء الله في واحد باعت سؤال بيقول رأيت نفسي أسمع قول الحق سبحانه أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا هذه بشارة لك أيها الأخ الحبيب فعن ثوبان رجي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال يا رسول الله والله إني لأحب أن تراك عيني فلما أشتاق إليك آتي لأراك فكيف بمنزلتك في الآخرة عندما تكون في الفردوس الأعلى وأنا لم أصل إلى مثل هذه الحال فنزل قول الحق سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا فكل من أتى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم بشرى له بأنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم معنا الأستاذ محمد أهلا بيك والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي صوتك يا أخي الحبيب تفضل أهلا بيك أمر الله بالله ما قلنا حضرتك أنا بشوف في الرؤية على طول أننا حتى لو أنا باخد بصلا أنا حاجة بخوف الحمام الحمام بيبقى كذر جدا جدا الحمام بيكون إيه؟ بيكون المنظر بسأة كذر جدا يعني بيكون يعني باش نضيف آه تمام يا فندم حضرك متزوج؟ آه متزوج الحمد لله هي الحلم يخص الزوجة على أخت الفاضلة الزوجة ربما تكون مقصرة في بعض العبادات والطاعات فعليك أن تتخولها بالمعصية لقول الحق سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فعليك أن تأمر زوجتك بالصلاة والزكاة ولا يتمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع زوجتك غفر الله لنا ولكم إن شاء الله في بعض الأحلام اللي بتيجي عن طريق رسائل للبرنامج أخ فاضل باعت أنا شفت نفسي باستاد إحنا قلنا حلم الصد يا أخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدى جفى ومن دخل على السلطان فتتن ومن صاد غفل ما معنى هذا الحديث اللي يشوف نفسه في الصحراء دلال على قسوة القلب واللي يشوف نفسه بيصطاد أي نوع من أنواع الصد سواء صد بري أو صد بحري دلال على أنه غافل عن ذكر الله ومنشغل بالدنيا عن الآخرة واللي يشوف نفسه بيسلم على حاكم أو سلطان دلال على أنه يفتن في دينه ويبتلى بمصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده أو جاره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنقر فعلينا جميعا أن ندعو الله ونستغفره بأن يقينا شرسوا الفتن ما ظهر منها وما بطن الأستاذ أمو محمود اتفضلي يا هانم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم لستمحت أنا معايا والدي في الحاجية هو مريض وما بيتحرق ما بيترس على بلية تمام يعني دايما أنا وكي بنحلم أنه هو بيبقى واجف على الجنية تمام تمام بص يا فندم أي واحد يبتلى في صحته بالمرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم نصاب بهم أو نصب أو وصب حتى الشوك يشاكها واسترجع هذا الأمر إلى الله إلا غفر الله له وحط بها عن خطياء فلو أن أباكي غفر الله له يعني عفوا يتقبل مرضه في سبيل الله بنفس طيبة راضية فقد غفر الله له وهذه بشرى له من الله سبحانه وتعالى بأن الله غفر له الزنوب ورفع له بصبره على مرضه الدرجات إن شاء الله معنا حلم آخر واحد بيقول شفت نفسي راكب خيل ومسرع بها للجهات في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة من رأى نفسه معه الخيل فهذا رجل على خير في دينه ويصيب من خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى الأستاذ أمو عبد الرحمن أهلا بيكي وعليكم السلام ورحمة وبركاته تعالى صوتك يا أنا متفدق وأوضت التلفزيون سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا قلت لك أنا كنت عندنا بحيرة اسمها بحيرة قارون البحيرة دي دايما يا شيخ أشوفها صيدة بالماء على البلد اللي أنا عايشة فيها دايما المية بتاعتها هيجع البلد اللي أنا عايشة فيها المية بتاعتها طيبة وتشرب يعني مية عزبة لا مية مالحة ماشي ودايما خصيصا في بيت أهلي يعني كتير قوي والحلم دا متوصل معي دايما دايما نشوف المية دي هيجع على بلدي وخصفهم في بيت أهلي حاضي يا فني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب شربة ماء الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته فسمى رسول الله الماء العزب رحمة ولم يجعله ملحا أجاج بذنوبنا وسمى رسول الله في هذا الأمر الماء الملح الزنوب فإذا كانت البحيرة تفيد بالملح والماء المالح على البيت عندك أو أهل البيت فهم في معصية ومقصرين في حق من حقوق الله طيب إذا كانت تفيد على القرية دلال على أن أهل القرية يفعلون المعاصي لإن قال الله تعالى وَجَعَنَّا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فهنا رمز الحياء اللي هو الماء ورمز الملح اللي هي الذنوب فأهل القرية والبيت الذي تسكنونه يعيشون في معصية الله أعلم أي هذه المعصية غفر الله لنا ولكم والله تعالى أعلى وأعلم ألو الأستاذة صفى أمور يا فندي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا أدعلك بعودين وبعدين أقول الحلم اللي عندي غفر الله لنا ولكم يا فندي تفضلي يحل وقتك بالسعادة والهنى ويضع ظهورك دايما في السماء ويضعك التقلق والنجاح في كل مكان ويجعلك في كل لحظة وسعى من أهل العزاء والكرام غفر الله لنا ولكم هم الحلم اللي عندي آه عندي الحلم اللي اتقرع علي مرتين آه اللي هو عن أهوال القيامة طيب اللي فيه عالم من علماء الأظهر دايما يجيلي ويقضي ينصحني بدروس ومواعد عن النعم اسمه ايه يا فندي اسمه ايه العالم آه آه اسمه العالم اللي بيجيلك اسمه في الحلم ايه اسمه ايه آه محمد الشيخ محمد بيجيلك دايما ينصحك نصيحة دينية تفضلي كمالي آه آه اتسكن لا نعم بس وبي وإنما للنعم تمام بس بس كده يا فندي آه جميل جدا يا فندي دي رؤية جميلة الله سبحانه وتعالى ينذرك ويبشرك فعليك أن تستعيذ بالله من كفران العشير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إني اطلعت على أهل النار فوجدت أكثرهن النساء قالوا بما يا رسول الله قال لأن كنا تكفرنا العشير يعني الست لو أحسن الرجل إليها الظهر كله ثم وجدت منه يوما سوء قالت والله ما رأيت منك خيرا قط فهذا يسمى كفران العشير تمام يا فندي فالله ينصحك على هيئة الشيخ محمد بيجيلك في الرؤية ينصحك ألا تكفري زوجك وألا تنكري إحسانه ولا تكثير اللعن أغلب الستات كلما تعف مش كنت تقول الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه الله يلعن كذا فهذا لا يجوز شرعا ويوجب دخول النار فالله سبحانه وتعالى يحذرك في هذه الرؤية أن تنكري إحسان من أحسن إليك أو تلعني شخصا ما وإذا لم تفعلي ذلك كنت مع أهل الجنة إن شاء الله ومع الصديقين ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد النساء بقوله يا معشر النساء تصدقنا يعني عليك أن تكثري من الصدقة في القول والفعل والعمل دل الطريق صدقة قول لا إله إلا الله صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة كل تحميدة صدقة هذا يكفيك من الصدقات حتى يكفر الله عنا وعنك أيها الإخوة الأحباء لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن خاف العدو أن يجاهده مش عاوز يخرج في الجهات في سبيل الله وبخل بالمال أن ينفقه وخاف الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل الجهات في سبيل الله وتعدل إنفاق المال وتعدل قيام الليل غفر الله لنا ولكم معانا الأستاذ هدى فضاليا فندن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت أنا متزوجة بالسعد ولكن لي من أحلم أننا برد سكتان فرح وتزوج بس من أحد الشيوخ والشيوخ معروفين ما فيش مشكلة يا فندن الزواج معناه قال الله تعالى في يوم القيامة أحشروا الذين ظلموا أزواجهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت وإحنا في يوم الإيامة ولا حنقعد نتجوز مع بعض معنى الزواج يعني الاتفاق يعني أهل الإيمان مع أهل الإيمان وأهل البر مع أهل البر وأهل الكفر مع أهل الكفر لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانت قفرة فلا يمكن أن تحشر مع لوح ولوط النبي وكان فرعون رأس الكفر وكانت زوجته آسيا بنت مزحم التي قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملت فإذا التي تتزوج في رؤياها معناها تتفق مع الشيوخ في الإيمان بالله أو العمل الصالح أو أي شيء وإذا تزوج الرجل غير زوجته زميلته في العمل معناه أنه يتفق معها في بعض الأقوال والأفعال فأنت تتفق مع المشايخ في بعض الأقوال والأفعال وليس المقصود به أن شخصك الكريم ستتزوج هذا الشيخ يبقى معناه الزواج في الرؤيا معناه الاتفاق مع أهل الصلاح في الخير والقول والفعل والعمل سواء أنا كنت من أهل الخير أو من أهل الشر والله تعالى أعلى وأعلم نشوف حلم آخر فاضلي فاندم شفت نفسي أنني بنظف أسناني تنظيف الأسنان في الرؤية دلالة على أن الشخص يهتم بأمور دينه ويكثر من الاستغفار أيها الإخوة الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وفي رواية لا يوران يعني الطراب بتاع الجو أحيانا يأتي على المكتب ببعض زرات الهوى الصغيرة فأي مسلم يأتي على قلبه بساب المعاصي والغفلة بعد زرات الطراب فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة مئة مرة وفي رواية سبعين فإذا كان النبي يغان على قلبه أو يوران على قلبه فما بالك نحن أيها الإخوة الأحباب فعلينا أن نكثر من الاستغفار ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا في بعض الأحلام أخ فاضل باعت أو أخت فاضلة بتقول أنا شفت نفسي بقلم أظافري أو بقص أظافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد يعني إزالة شعر العانى الشعر الذي يكون على ذكر الرجل أو ذكر الأنسى اسمه الاستحداد ويشال بالموس فاسمه في الشريعة الاستحداد اتنين نتف الإبط من دي من أمور الفطرة إزالة شعر الذي تحت الإبط بالنتف ده حكمه في الشرع يعني تقليم الأظافر أصاصة الأظافر الغسل من الجنابة الاستحمام أو الوضوء هذه الأمور من الفطرة مراء أنه يفعل أحد هذه الأمور في الرؤية دليل واضح على أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لنا ولكم إن شاء الله نشوف بعض الأحلام اللي جات لنا برضك عن طريق البرنامج بعض الإخوة بعتين أنا بشوف نفسي بعوم في المية والمية دي أحياناً بيكون مية عزبة وأحياناً بيكون مية ملحة وأحياناً مع الموجة وأحياناً ضد الموجة العوم يا أخواناً في الرؤية درالة دلالة على أن الإنسان يعيش في معترك الحياة أولاً قال الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ يبا حنأخذ من الآية رمز أن الماء هو الحياة طيب في حديث رواء أبو داود لما شرب رسول الله شربة ماء قال رسول الله الحمد لله الذي جعله عذباً فراطاً برحمته فسمى الماء العذب رحمة ولم يجعله ملحاً أجاج بذنوبنا وسمى الماء المالح ذنب إذن من رأى في رؤية أنه يعوم مع الموجة في ماء مالح دلالة على أنه يعيش حياة مليئة بالمعاصي وماشي مع طيار الناس على حزب الرحمة ودّ الريح تاب اللي يشوف في الرؤية بيعوم في نهر عزب طيب دلالة على أنه يعيش في حياة فيها الطاعة غفر الله لانا ولاه تاب اللي بيعوم ضد الموجة في ماء مالح يعيش ضد طيار الناس وأفكار الناس تاب اللي بيغرأ في ماء مالح دلالة على أن الشخص يعيش في معصية لقول الحق سبحانه وتعالى عن آل فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً يبا اللي بيغرأ في ماء مالح دلالة على أنه استوجب النار من الله سبحانه وتعالى بكثرة الزنوب والمعاصي أما الذي بيغرأ بقى في ماء عزبة دلالة على أنه يعيش حياة فيها رحمة غفر الله لنا ولكم إذن اللي يشوف نفسه بيستحمى في بحر أو مية إذن نوع المية اللي بتحدد الحياة لأن الماء رمز الحياة والعزوبة ترمز إلى الجنة والعمل الصالح والملوحة ترمز إلى المعصية نشوف حلم آخر واحد شاف نفسه أنه بيأكل مع الأسد في البيت بتاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد فالأسد يدل على الرجل الفاسق في الرؤية فإذا كنت تأكل مع رجل في بيتك فهناك رجل فاسق من أهل البيت يأكل طعامك ومن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين لا يأكل طعامك إلا تقي فالنقطة دي مهمة علينا أن نختار الأصحاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب فعلى المسلم أن يتأنى في اختيار الأصدقاء وليكن من صحبته من يساعده على عبادة الله سبحانه وتعالى للحديث الذي رواه الإمام البخاري اثنان تحابة في الله سبعة يزلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم اثنان تحابة في الله فأحيانا الحب في الله إن أنت تحب أخاك في الله وتحب أختك في الله هذا تأتي شفاع يوم القيامة لقول الحق سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وكان من وصايا الإمام بن القيم رحمة الله عليه أنه يقول لأصحابه في حلقات العلم تذكرون إذا لم تجدون معكم في الجنة واسألوا الله لنا أن يجعلنا معكم ويبكي رحمة الله عليه إذن صداقة الإنسان في الدنيا تنفعه في الآخرة وصداقة الإنسان السوء تضره به في الآخرة قالوا نختم إن شاء الله برنامجنا بالدعاء الطيب اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم احفظ مصر وجيشها اللهم احفظ رئيسها لنا وهيئ له البطانة الصالحة اللهم هيئ لرئيس جمهوريتنا البطانة الصالحة اللهم موافقه إلى ما تحب وترضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة